اشتركوا في القناة استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرف كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشي مرحباً أهلاً بكم في راديو فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance أنا مضيفكم سامي صابر وبرفقتي يوسف راضي مرحباً شكراً لاستماعكم إلينا إن سبق لك أن تصفحت موقعنا الإلكتروني أو استمعت إلى عدد من حلقات برنامجنا فأنت تعلم أننا في فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance مقتنعون بأننا نعيش في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض في المستقبل القريب سيعود يهوشوى ليقيم ملكوت يهوى الأبدي على الأرض والسؤال الذي يعنينا جميعاً هو كيف نستعد؟ فكر للحظات في حياتك اليومية روتين الأنشطة اليومية التي تقوم بها تنهض في الصباح وربما تكون قد استغرقت قليلاً في النوم ولذلك تكون على عجل من أمرك للوصول إلى العمل في الوقت المحدد وبدل قضاء الوقت الكافي لممارسة عبادتك الصباحية تقرر أن تصلي وأنت تقود سيارتك إلى العمل ولكن اللعنة هذا الأبله قطع علي الطريق كاد أن يتسبب بحادث سير بحق الجحيم كيف يقود بهذه الطريقة؟ فتسرع للحاق به ورؤية وجهه وفجأة ها هي أمامك إنها امرأة تقود السيارة ماذا كنت تخال؟ هل يمكنني أن أخبر زوجتك بما قلته للتو يا سامي؟ أنت تدرك ما أقصده علينا في حياتنا اليومية مواجهة مصادر الإزعاج والتوتر كل لحظة فغالباً قد يبدو وجهنا الذي نقدمه للعالم لطيفاً ومهذباً جداً ومسيحياً كما ينبغي بينما في الواقع يكون وراء مظهر حسن السلوك آتون يغلي بالصخط والانفعال قد يبدو هذا طبيعياً وهو أمر نواجهه جميعاً بشكل يومي ولكن عليك أن تتأمل في ذلك الآتون الذي يغلي بالانفعالات والأحاسيس التي تكمن في قلوبنا جميعاً ثم تتساءل هل أنت مستعد للعيش في حضرة ياه؟ هل أنت مستعد للحياة في ملكوت المحبة؟ في الواقع أنا شخصياً لا لست مستعداً لذلك أظن أنك تستطيع التحدث من دون خوف بلساننا جميعاً فأنا أيضاً لست مستعداً لذلك وهذه مشكلة لأنني أؤمن من كل قلبي وروحي بأن يهشو سيعود قريباً إذن كيف ننتقل من حيث نحن الآن إلى حيث نصبح قادرين على العيش معي؟ نحن جميعاً خطأة هذه حقيقة والحقيقة أيضاً هي أن الخطيئة تفصيل عنها افتح لتيمو ثاوس الأولى الإصحاح السادس وقرأ لنا الآيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من فضلك هنا يقدم لنا بولوس وصفاً مميزاً للآب من منظور البشرية الساقطة هل تقرأه لنا حالما تجده؟ الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكناً في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية يعوى يسكن في نور لا يدنى منه وهذا ليس مجرد نور عادي إنه بمثابة طاقة تلك الطاقة النقية التي تتدفق من مصدر الحياة والسعادة تدمر الخطيئة أينما وجدت ولأننا خطأة فهي قادرة على تدميرنا وهذا ليس بالخبر الجديد لطالما كان الأمر كذلك سامي انتقل إلى الخروج الإصحاح الثالث وثلاثين أنت تذكر أن موسى كان يقضي الكثير من الوقت على جبل سينة مع يهوى أجل أذكر كان موسى مذهولاً بروعة شخصية ياه لدرجة أنه كان يتوق إلى أن يقترب منه أكثر أراد أن يرى ياه وجهاً لوجه صحيح فلنقرأ ذلك سفر الخروج الإصحاح الثالث والثلاثون من الآية الثامنة عشرة إلى الثالثة والعشرين ابدأ القراءة من فضلك أرني مجدك أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم يهوى قدامك وأترائف على من أترائف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش وقال يهوى هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي فلا يرى وهذا ما حدث اختبأ موسى في نقرة من الصخرة حتى يجتاز العلي القدير ثم رفع يهوى يده ليرى موسى ظهره يروقني ما جرى بعد ذلك يا سامي اقرأي الآية الثامنة من الخروج الإصحاح الرابع والثلاثين فأسرع موسى وخر إلى الأرض وسجد إنه لا أمر مضحك فقد توسل موسى لرؤية وجهي ولم يستطع ولكن ما أن سمح له برؤية ظهره ماذا فعل؟ أسرع وخر إلى الأرض وسجد كنت لأفعل ذلك أنا أيضا وأنت بالتأكيد بكل تأكيد يا سامي إنما يروقني هذا لأن موسى في العهد القديم هو نظير بطرس في العهد الجديد فهو يطلب أمورا وليس لديه أدنى فكرة عن مدى ضخامة ما يطلبه لكنه يحب يهوى محبة كبيرة ولذلك يطلب منه في جميع الأحوال أفصح له عن رغبته ببساطة ومن دون تفكير أنت تعرف أن يهوى تروقه بالتأكيد هذه الدرجة من التفاني طبعا طبعا فهو يقدر ذلك تقديرا كبيرا ولكن يجب أن لا ننسى أن تجربة موسى تشير إلى ما يحدث عندما يأتي حتى المؤمن الأكثر إخلاصا وتفانيا إلى حضرة القدير الشخصية أمر مذهل يثير فيك الخوف ويجعلك تدرك أنك لست سوى التراب الآن أريد منك يا سامي أن تقارن ذلك بما ورد في الرؤية الإصحاح الحادي والعشرين الآية الأولى إلى الرابعة هنا الهدف النهائي هذا ما تعمل من أجله خطة الخلاص الواقع الذي سيفتح أمامنا في الأرض الجديدة عندما تمتد الأبدية أمامنا اقرأها ماذا تقول؟ ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضطا والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يحنى رأيت المدينة المقدسة أوروشاليم الجديدة نازلة من السماء من عندي يهوى مهيئة كعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن يهوى مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا ويهوى نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح ياه كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت هذا هو الاختلاف بالتحديد عن تجربة موسى لا يمكنك أن تمسح دموع شخص ما عندما يكون ظهرك موجها إليه حدث بعض التغيير حصل بعض التحول وأنت تعرف أن ذلك قد حدث ليس لأن ياه كف عن الإشعاع بتلك الطاقة النقية من النور الذي لا يدنى منه تماما فالتغيير حصل في قلوب أولئك الذين نالوا الخلاص لنعود إلى مسألة النور الذي لا يدنى منه إنه أمر يعجز عقلي عن استعابه كيف يمكننا حتى التواصل مع كائن بهذه القوة وبمثل هذه القداسة العصية على الفهم في الواقع يا سامي لا يمكننا ذلك ولهذا السبب قدم يهوى إلينا يهوشوى ابنه الوحيد المولود وهذا دليل آخر على أن المخلص إنسان بالكامل نعم كانت لديه طبيعة آدم قبل السقوط لكنه لم يكن إلهيا لم يكن قادرا على فداء البشرية مباشرة عند سقوط آدم ولكن أكثر من ذلك ياهوشوى هو الجسر الذي يربط بين البشرية الساقطة والآب فعلى ما هو أكثر من الموت من أجل الخطأ كشف لنا ما سيكون عليه الآب لو كان إنسانا إذن يهوشوى عندما كان يتناول الطعام مع الخطأ والمنبوذين في المجتمع إنما كان يمثل الآب الذي كان يحب الخطأ ويقبلهم فهو ما كان ليتبجح بثوب القداسة الذي يرتديه واضع نفسه في معزل عن الآخرين هذا ما كان يفعله الفرسيون ولهذا راح ينددون بأفعال يهوشوى أمام الناس ويتذمرون قائلين هذا الرجل يستقبل الخطأ ويأكل معه طبعا ولهذا السبب جاء يهوشوى ليكشف للعالم محبة الآب للخطأ وعندما تحدث يهوشوى بلطف إلى تلك المرأة التي أمسكت في زنا قائلا لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا علينا أن ندرك أن هذا ما كان سيفعله الآب لو أنه واجه الموقف نفسه في كل كلمات يهوشوى وأفعاله علينا أن نسمع ونرى كلمات وأفعال ذلك الذي يسكن في نور لا يدن منه هذا كان هدفي عندما قدم إلينا مخلص هذا يذكرني بآية وردت في أشعياء أظنها نعم في أشعياء الإصحاح التاسع والخمسين الآيتين الأولى والثانية تقولان جزئيا وهنا أقتبس ها إن يد يهوى لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم خطايانا هي التي خلقت لنا حالة لا يمكننا فيها الاقتراب من الآب وكانت مهمة يهوشوة أكثر من مجرد مناورة قانونية للسماح ليهوى بتخليصنا إذ كانت تقتضي أيضا الكشف لنا عن شخصيته هذا الكشف عن شخصية الآب بوصفه كائنا يحب حبا لا متناهيا صبورا طويل الأنات لا ينضب حبا يعد قلوب البشر للمكافأة التي تنتظر الأبرار وهي فرصة العيش في حضرة ياه نفسه ورؤيته وجها لوجه هذا صحيح ولهذا السبب من المهم جدا قضاء بعض الوقت في كلمة ياه والتعرف عليه كشخص عندما تقرأ قصص حيات ياهوشوة في الأناجيل وتدرك أن هذا ما كان سيفعله الآب لو كان مكانه ولو كان إنسانا يذوب قلبك ولا يمكنك إلا أن تحب كائنا كهذا أقصد تذكر كيف كان يتعامل مع الأخطاء التي كان يرتكبها التلاميذ لم يفقد يوما هدوءه مع التلاميذ حتى وإن كان هذا ما استحقه بطرس في بعض الأحيان فلنقر بالأمر وكذلك لم يفقد صبره قط مع تومة الشكاك كان لطيفا كان صبورا كان ودودا ومتسامحا لا يسعك إلا أن تحب شخصا مثله وهو بالتأكيد سيكون أفضل صديق لك من منا لا يثق بشخص تكون لديه تلك الصفات الشخصية ولهذا أيضا بذل الشيطان أقصى جهده ليجعل الناس يصدقون الأكاذيب حول شخصيتيا من المستبعد أن تحب فعلا شخصا لديه سلطة عليك إذا كنت تخاف منه ربما يمكننا تقديم بعض الحلقات عن حياة يهوشوه وما تكشفه عن شخصيتيا لأن من يعرفه لا بد من أن يحبه وكيف يمكننا أن نثق به بما يكفي لنحبه إذا رحنا نصدق أكاذيب الشيطان حول شخصيتيا ستكون فكرة جيدة من قوانين علم النفس أن ملاحظة أمر ما تغيرنا إن مكافأة الأبرار هي العيش إلى الأبد في حضرة العلي القدير والتمكن من النظر إلى ذلك الوجه النقي نقاء لا يوصف والمحب حبا لا نهاية له الخبر السار في الإنجيل الذي قدمه يهوش ومرارا وتكرارا هو أن الاستعداد الروحي الذي نحتاجه وعملية التغيير التي تحولنا من خطأ إلى أبناء إياه هما اسمع جيدا يا سامي هبا إنهما هبا وكل ما علينا فعله هو قبولها هذا جيد فأنا أؤكد لك أنني سأكون من الضالين ما لم يشأ الآب أن يتولى هو إعدادي أصبحنا عالقين في شباك القوائم الذهنية التي تملي على المسيحيين ما يجب فعله وما يجب الامتناع عنه لدرجة أننا صرنا ننسى أن ذلك لن يكون كافيا بغض النظر عما نفعله أو نمتنع عنه لكن الآب يدرك ذلك وبالتالي حتى عمل الإعداد نفسه الذي يحولنا من خطأة لا يستطيعون النظر إلى وجهه إلى كائنات مقدسة تعيش في حضرته هوهبة وهي هبة متاحة لكل من يقبلها بالإيمان بكل بساطة حسناً أريد التحدث عن عمل الإعداد هذا لجعلنا مستعدين للعيش مع ياه لأن تقل من حالة عدم السيطرة على هدوء أعصاب خلال تنقلات الصباحية إلى الشعور بأنني في المنزل في حضرت ياه هذا تحول بامتياز بالتأكيد ولكن مرة أخرى إنها هبة عليك أن تنحي جانباً وإلى الأبد أي فكرة توهمك بأنك قادر بطريقة ما على فعل أي شيء على الإطلاق لتكسبها أو لتكون جديراً بنيلها الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو قبول الهبة بكل بساطة حسناً سنأخذ استراحة قصيرة وعندما سنعود سنتحدث أكثر عن هذه النقطة مع مرور كل يوم تدفق السماء المزيد من الحقائق أكثر من أي وقت مضى وكل جوهرة من الحق تكشف عن المزيد من مظاهر المحبة الإلهية أحد الاكتشافات الجديدة هو ما يحدث للضالين خلال الألفية التالية لعودة يهوشوة هذا ليس ما تفكر فيه لكنه يظهر كما لم يحدث من قبل الأعماق اللانهائية لمحبة يهوة روميا الإصحاح الخامس الآيات السادسة حتى الثامنة تقول لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضاً أن يموت ولكن يهوة بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا يكشف مصير الضالين خلال الألفية أن يهوة سيبذل قصار جهده لتخليص أكبر عدد ممكن من الناس لمزيداً من المعلومات ابحثوا عن الألفية تكشف عن محبة يهوة للضالين على www.worldlastchance.com إذن اشرح لنا لو سمحت عن تلك الهبة التي تجعلنا على استعداد للعيش مع يهوة إنها عملية تتم على مراحل صحيح؟ نعم ولا يا سامي قد يكون عمل التحويل بمثابة عملية تتم على مراحل لكن التحويل المؤتمل يضاف إلى حسابك لحظة قبولك الهبة بالإيمان انتقل إلى رومي الإصحاح الثالث ماذا تقول الآيات من العاشرة إلى الثانية عشرة؟ البر هو الامتثال للشريعة الإلهية أنت لا تستطيع تحويل نفسك من متمرد خاطئ إلى شخص ضار وأنا مثله لكن يهوى يستطيع كل ما عليك فعله هو أن تدعى إيمانك يتمسك بالوعد عندها تصبح الحقيقة ملكا لك على الفور رومي الإصحاح الثالث من الآية العاشرة إلى الثانية عشرة تقول كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب ياه الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد البر هو الامتثال للشريعة الإلهية هو أن تكون نقيا ومستقيما من الناحية الأخلاقية بالمعنى الحقيقي أن تصبح واحدا مع يهوى هل تذكر صلاة يهوشوى من أجل أتباعه مباشرة قبل تعرضه للخيانة في جث سيماني؟ نعم لقد صلى من أجل الوحدانية لا يمكنك تحويل نفسك فجأة من متمرد خاطئ إلى شخص بار حتى ولو بذلت جهودا مضنية وطويلة الأمد وأنا مثلك هذا أمر لا نستطيع القيام به ولكن يهوى يستطيع كل ما عليك فعله هو أن تدعى إيمانك يتمسك بالوعد عندها تصبح الحقيقة ملكا لك على الفور لماذا لا تقرأ لنا صلاة يهوشوى؟ وردت في مكان ما من يحنى الإصحاح السابع عشر لنرى من الآية العشرين إلى الثالثة والعشرين تقول ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيي وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت فيي ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني أن تكون بارا يعني أن تكون واحدا مع الخالق مشيئته رغباته تصبح مشيئتك ورغباتك أنت لهذا من غير المجد أن تكافح لتنال الخلاص بإنكارك لذاتك لتنال الخلاص ببرك الخاص فالبر لا يعول عليه على الإطلاق ما لم يأتنا مني أنا لست بارعا في اللغات الأجنبية بأي شكل من الأشكال ولكن كان علي أن أدرس بعضها في المدرسة لا أعرف معنى الكلمة في اللغات الأخرى ولكن في اللغة الإنجليزية كلمة أتونمنت أي الكفارة تعني حرفيا إذا ما جزأناها إلى مقاطع أت ون أي واحد ومنت نحصل على معنى حرفي هو حالة الوحدانية أي أن تكون واحدا معيا هذا ما يتوق إليه قلب الآب هذا ما تهدف خطة الخلاص بأكملها إلى تحقيقه الوحدة بين الآب وأبنائه والسؤال المطروح يصبح بالطبع كيف نفعل ذلك والجواب هو نحن لا نفعل شيئا نترك الآب يفعل إنها هبة وكما هي الحال مع كافة العناصر الأخرى في الخلاص الآب هو الذي يتولى توفيرها ونحن نقبلها بالإيمان بولوس هو أفضل من يشرح ذلك فلنرى كيف وصف هذه الصفقة في رومي الإصحاح الرابع الإصحاح الثالث يتحدث عن استحالة أن يحول البشر الصاقطون أنفسهم بمجهود ذاتي لا يمكننا ذلك فنحن ذو طبيعة ساقطة في رومي الإصحاح الثالث الآية الثالثة والعشرون نجد العبارة الشهيرة إذ الجميع أخطأ وأعوزهم مجدويا وبالتالي في رومي الإصحاح الرابع يشرح بولوس كيف يتم تخليصنا وذلك ليس من خلال أعمال الشريعة سامي ابدأ القراءة من الآية الأولى فماذا نقول إن أبان إبراهيم قد وجد حسب الجسد لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس لدى ياه لأنه ماذا يقول الكتاب فآمن إبراهيم بيهوى فحسب له برا أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له يهوى برا بدون أعمال طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم طوبى للرجل الذي لا يحسب له يهوى خطية رومي الإصحاح الرابع الآيات من الأولى إلى الثامنة فلنتوقف قليلا عند هذا المقطع فهو يتضمن الكثير من المعاني أولا هل تم تبرير إبراهيم أو أعلن بارا بسبب شيء فعل ولا حتى موافقته على الخضوع للختان لا لأن ذلك مجرد رمز لما كان موجودا أصلا في قلبه تماما تقول الآية الثالثة فآمن إبراهيم بيهوى فحسب له برا هذا أمر هائل إيمان إبراهيم حسب له وكأنه بار بالفعل تم تحويل إيمانه إلى حسابه كما لو كان في الواقع من الأبرار هذا رائع لأنك تدرك أن يهوى إن فعل ذلك من أجل إبراهيم فلا بد من أنه مستعد للقيام بذلك من أجلك أنت وأنا أيضا هذا هو جمال النعمة الإلهية إنها تكبر بحسب الحاجة تابع القراءة من الآية التاسعة أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا فكيف حسب؟ أوا هو في الختان أم في الغرلة؟ ليس في الختان بل في الغرلة وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كيف يحسب لهم أيضا البر؟ وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة رومي الإصحاح الرابع الآيات التاسعة إلى الثانية عشرة أكرر الختان ليس هو ما جعل إبراهيم برا كان مجرد رمز للبر الذي كان يمتلكه أصلا بالإيمان إيمانه بوعودية وحسب له أو بعبارة أخرى إيمانه بوعودية وضع في حسابه برا وما يعنيه بالنسبة إلينا أنا وأنت وكل من يستمع إلينا هو أن إيماننا بوعودية يحسب لنا برا ولكن لماذا؟ لأنه يدرك أننا لا نستطيع أن نكون أبرارا هو يدرك أننا لا نستطيع أن نكون أبرارا ويدرك أيضا أننا لا نستطيع الإطاعة يدرك أننا لا نستطيع تطير أنفسنا يدرك أننا مع طبيعتنا الساقطة لا نستطيع التوقف عن ارتكاب الخطيئة رغم أن الشريعة لا تزال ملزمة إنه يدرك كل ذلك وهو مستعد لتعويض هذا النقص كهبة مجانية كل ما علينا فعله هو قبول هذه الهبة بالإيمان ثم يجعلها إيماننا حقيقة واقعة بعبارة أخرى عندما تمد يد الإيمان لتقبل الخلاص فإن هذا الإيمان بالذات يحسب لك برا فلنفكر في هذا مليا لبعض الوقت إن فعل قبول الخلاص بالإيمان بحد ذاته يحسب لنا برا يا للروع هذا مذهل هذا هو الحب هذا ما يفعله أي أب محب عندما يكون ولده محتاجا إلى أمر ما ليس لدينا الوقت كاف لقراءة الإصحاح بأكمله ولكن انتقل يا سامي إلى النهاية أريدك أن تقرأ الخلاصة التي كتبها بولوس اقرأ من الآية العشرين إلى الخامسة والعشرين تقول إن إبراهيم ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد يهوى بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لياه وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا لذلك أيضا حسب له برا ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حسب له بل من أجلنا نحن أيضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يهشوى ربنا من الأموات الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا إبراهيم لم يكن كاملا وكان لديه عدد لا يحصى من الخليلات حتى إنه عرض حياة زوجته للخطر عندما قال إنها ليست سوى أخته ليس مرة واحدة بل مرتين أجل يسان حاول أن يساعده ياه من خلال الزواج بهاجر وولادة إسماعيل لم يكن مثاليا لكنه واثق بوعود ياه وتلك الثقة ذلك الإيمان بكلمة ياه كانا يحسبان له برا والأمر سيان بالنسبة إلينا عندما نفق بكلمة يهوى عندما نمد يد الإيمان ونتشبث بالوعد يصبح هذا الوعد حقيقتنا الواقعة يغفر لنا ونحسب بارين نحسب أوفياء حتى لو أننا في طبيعتنا الساقطة لا نزال نرتكب الأخطاء والإخفاقات باختيارنا الإيمان يصبح إيماننا حقيقتنا الواقعة الأمر مماثل للعبرانيين الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى هذا بالضبط ما هو عليه فيهوى يدرك عجزنا يعلم أننا مجرد تراب لذلك إذا كنا سنتشبث بالوعد بالإيمان ببساطة فإن ياه يعتبر ذلك الحقيقة ويجب أن لا ننسى أن الإيمان نفسه هبى رومي الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة تقول قسم يهل كل واحد مقدارا من الإيمان إذن ما الخطوة التالية؟ كيف ننتقل من الشتم عندما ينفذ صبرنا في الصباح في زحمة السير إلى العيش بحضرة ياه ونتأمل وجهه؟ عندما تمارس الإيمان الموهوب لك وتقبل هبة يهوى من البر المحسوب اليهوشوى عندها يعيد يهوى خلقك على صورته مجددا لا يمكنك تنفيذ ذلك بنفسك إنه عمل يهوى ويهوى وحده افتح لحزقيال الإصحاح السادس والثلاثين واقرأ لنا الآيات الخامسة والعشرين حتى التاسعة والعشرين إنها إحدى فقرات الكتاب المقدس المفضلة لديه لأنها تفسر تماما كيف يتم تحويلنا من وضع الشتم في زحمة السير صباحا إلى وضع القدرة على العيش بحضرة ياه وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها وأخلصكم من كل نجاساتكم وفر لك يهو حرفيا كل ما تحتاج إليه لتنال الخلاص لكن الخيار يعود لك فيه لا يلزم مشيئة البشر في النهاية يستند ذلك إلى الخيار الشخصي ولا يمكن لأحد أن يتخذ هذا الخيار عنك إذا اتخذت الخيار قد تعيش إلى الأبد في حضرة يهوى فكر في الأمر فهو مصدر كل الفرح أي مكان أفضل لقضاء الأبدية أكثر من حضرته الفورية وعلى خلاف موسى في البرية لدينا الفرصة لتأمل الآب وجها لوجه أصغي إلى الوعد التالي يرد في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث عشر الآية الثانية عشرة تقول فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز لكن حينئذ وجها لوجه الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت اسمعوا أيها الأصدقاء إن اختيار قبول الهبة التي يقدمها إليكم يهوى يعود لكم الخيار خياركم هو لن يجبركم على اتخاذ القرار الصحيح لكنني سأقول التالي إنه ينتظر بتوق شديد لا يمكننا حتى تخيله ليمنحكم بر المسيح يريد منكم أن تقبلوا هباته وتخلصوا ولا يمكننا حتى تصوروا الفرح الذي سيشعروا به إنه بلا حدود لذا فإن قدرته على الشعور لا حدود لها هي كذلك لإعطائكم فكرة عن مدى السعادة التي يشعروا بها عندما يقبل الخاطئ الخلاص فلننهي هذا الجزء من حلقتنا بفقرة من صفانيا أحيانا كثيرا لا نستطيع أن نلقي نظرة على قلب ياه الخفي لكن هذا رائع إنه يوضح إلى أي مدى يهتم لأمرك وإلى أي مدى يفرح عندما يقبل شخص ما هباته أي إصحاح في صفانيا؟ صفانيا الإصحاح الثالث الآيتان الخامسة عشرة والسبعة عشرة قد نزع يهوى الأقضية عليك أزال عدوك ملك إسرائيل يهوى في وسطك لا تنظرين بعد شرا يهوى إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترنم اقبل هباتيه التي هي الغفران والتطهير وإعادة الخلق وستقف أمامه كاملا ككمال يهوشوه سيكون صعيدا جدا ومليئا بالفرح وسيبتهج الآب بك بترنم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشي كان سانبين خبيرا استراتيجيا عسكريا ماهرا عاش في الصين في القرن الرابع قبل الميلاد قال ذات مرة عندما يتم تغيير التكتيكات التقليدية بشكل غير متوقع وفقا للوضع الراهن يعتمدون على عنصر المفاجأة ويزيدون من القيمة الاستراتيجية نهاية الاقتباس الشيطان هو من أكثر الخبراء الاستراتيجيين ذكاء في العالم وكثيرا ما يستخدم تكتيكات مفاجئة لتشويش أولئك الذين يحاول خداعهم وإرباكهم لمكافحة خطط الشيطان للأيام القادمة وفر يهوى نبوئة لألا يؤخذ أحد على حين غر تتحدث الرؤية الإصحاح الثالث عشر عن وحش وصورة الوحش وسمة الوحش التي سيتم فرضها تحت تهديد الموت كل الذين يحصلون على سمة الوحش يخسرون الحياة الأبدية لذا من المهم للغاية تحديد هوية الوحش وفهم ما هي صورته وكيفية تجنب سمته علينا أن نعرف ذلك إنه لأمر مهم بينما يفترض معظم المسيحيين أن صورة الوحش ستتشكل في المستقبل الحقيقة المروعة هي أن صورته قد سبق لها أن شكلت الأمر الوحيد المتبقي هو فرضها من المهم أن تعرفوا ما هي صورة الوحش ومتى شكلت وكيف تؤثر على حياتكم لأنها تؤثر فعلاً عليها زوروا موقعنا www.worldlastchance.com وانقروا على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة WLC ابحثوا عن الحلقة المعنونة توقع ما هو غير متوقع صورة الوحش قد تشكلت يمكنكم أيضاً البحث عنها على اليوتيوب حان الوقت لسؤال من بريدنا اليومي ويلما برادلي من الولايات المتحدة لديها سؤال تقول يبدو أنه كلما تقدمت في السن كلما أصبحت الحياة أصعب فأنا أستيقظ من النوم في ليال كثيرة وأعجز عن النوم مجدداً بسبب القلق أعلم أن الآب وعد بمرافقتنا ولكن هل من بركات محددة سيمنحنا إياها لمساعدتنا على الصمود؟ بالطبع تقول الآية الأولى من المزمور السادس والأربعين ياه لنا ملجأ وقوة عوناً في الضيقات وجد شديداً سيساعدنا على تحمل المصاعب لكن علينا أن نستفيد من العون الذي يقدمه إلينا هناك طرق عديدة يساعدنا يهوى من خلالها على الصمود الأولى بالطبع هي من خلال كلمته رومي الإصحاح الخامس عشر الآية الرابعة تقول لأن كلما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء إنها مشابهة لكورنثوس الأولى الإصحاح العاشر الآية الحادية عشر التي تقول فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالاً وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور الكتاب المقدس هو حرفياً كلمتوية وفقاً لإشعياء الإصحاح الخامس والخمسين الآية الحادية عشر تتضمن كلمة ياه نفسها القدرة لتحقيق أو فعل ما تقوله الكلمة إذن هل تستيقظ ليلاً وتستحيل عليك العودة إلى النوم بسبب القلق؟ طالب بوعد المزموران الرابع والثلاثون والسابع والثلاثون يتضمنان الوعود فليكنا نقطة انطلاقك إشعياء الإصحاح السادس والعشرون الآية الثالثة تقول ذو الرأي الممكن تحفظه سالماً سالماً لأنه عليك متوكل تروقني الآية العاشرة من الأمثال الإصحاح الثامن عشر اسم يهوى برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع هذا منتاز يا سامي عندما تكون خائفاً تأمل إسمياه وما يعنيه بالنسبة إليك وكيف ترى وجوده في حياتك الأمر لا يقتصر فقط على الوعود فقصص الكتاب المقدس تلهم إيماننا أيضاً عندما ترى كيف أن يهوى اهتم لأمر الآخرين حتى عندما لم يستحق ذلك فذلك يزودك بالشجاعة لتدرك أنه سيفعل لك المثل بركة أخرى يمنحنا يهوى إياها تساعدنا على الصمود وهي مثيرة للأهمية بما فيه الكفاية هي الصلاة والعباد يعقوب الإصحاح الخامس الآية الثالثة عشرة تطرح السؤال التالي أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي أمسرور أحد فليرتل الصلاة والشكر هما من أعظم بركات ياهل تقوية القلوب للصمود والتحمل الشك لا يمكنه العيش في بيئة من التمجيد والخوف يتفكك عندما نركز انتباهنا على الطرق العديدة التي باركنا فيها ياه في الماضي أصغي إلى التالي إنه واحد من الوعود المفضلة لدي وهو في فليبي الإصحاح الرابع الآيتين السادسة والسابعة تقولان لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لديه وسلام يهوى الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يهوشوه يروقني هذا الوعد وهو لا يعني أن ياه سيزيل كل مشاكلنا بل يقول إنه سيوفر القوة التي نحتاج إليها لنبقى مخلصين بغض النظر عما يحدث أمر واحد في حياة استخدمه ياه لتزويدي بالقوة في أوقات الضيق وهو المؤمنون الآخرون فمعرفة أنهم يصلون من أجلك ويهتمون لأمرك يمكن أن تساعدك حقاً وليس فقط بالمعنى العاطفي ولكن غالباً بالمعنى الحقيقي والعملي كذلك لا تخف من طلب المساعدة من مؤمن آخر إنه لشرف لنا كمسيحيين أن نخدم يهوى في شخص قديسي غلاطي الإصحاح السادس الآية الثانية تقول إنه يجب علينا ذلك أقتبس احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تممونا موسى المسيح أمر آخر يساعدني وهو أن أبقي أمامي دائماً وعد ما يحمله المستقبل لي فالعيش في عالم الخطيئة ليس سهلاً تمت مشاكل وستتوفر دائماً ولكن هناك بركات أيضاً تمكننا من تخطيها فلنقرأ ما قاله يهوشو في متأ الإصحاح الخامس إنها التطويبات من اللعظة على الجبل هل يمكنك قراءتها لنا؟ قال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات طوبى للحزانة لأنهم يتعزون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون ياه طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء ياه يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم متى الإصحاح الخامس الآيتان الثالثة والرابعة والآيات السابعة حتى الثانية عشرة تلك هي بعض الوعود الشاملة وهي مريحة للغاية خصوصا عندما نواجه التمييز والاضطهاد يمكن أن نشعر بالإحباط والإرباك رومي الإصحاح الثامن يحتوي على وعد استثنائي هل لا تقرأ الآيتين السادسة عشرة والسبعة عشرة الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد ياه فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة ياه ووارثون في المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه إنه يقول إننا إذا عانينا مع يهوشوى فنحن ورثة ياه ووارثون مع المسيح وبالطبع الفرح الذي ينتظر المخلصين يجعل أسوأ التجارب في هذه الحياة تبدو غير هامة يعقوب الإصحاح الأول الآية الثانية عشرة توبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به يهوى للذين يحبونه ورسالة بولوس الأولى أيضا أصغي إلى الإصحاح الأول من بولوس الأولى الآيات الثالثة حتى السابعة مبارك يهوى أبو ربنا يهوشوى المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يهوشوى المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة يهوى محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يهوش والمسيح هذا جميل في هذا العالم الجميع يعانون لكن المسيحيين لديهم محبة ياه وقوته لتزويدهم بالقوة والأمل في المستقبل آمين وعد أخير فيليبي الإصحاح الرابع الآية الثالثة عشر أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني نستمتع دائما برسائلكم أحيانا نقرأ التعليقات المكتوبة على اليوتيوب وأحيانا أخرى لا إذا كنتم تريدون التأكد من أن الرسالة بلغتنا كل ما عليكم فعله هو زيارة موقعنا www.worldslastchance.com والنقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة أرسل إلينا أي أسئلة أو تعليقات أو حتى طلبات الصلاة وسنبذل قصار جهدنا للرد عليها مرحباً هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه تقع أتش كومب في نيوزيلندا مباشرة على سهل فيدي وبالتالي وقوع الفيضانات أمر طبيعي جداً حتى عندما يكون الطقس سيئاً والأمطار غزيرة يمارس سكان المحليون أعمالهم كالمعتاد فعندما تعيش في بلدة بنيت على سهل فيدي ما أهمية فيضان بسيط؟ منذ فترة ليست ببعيدة لم يكن الأمر اعتيادياً كانت أمطار نموذجية تنهمر لكن ما كان مختلفاً كان أن مدير مدرسة إتش كومب الابتدائية قرر إلغاء الحصص الدراسية في ذلك اليوم لم يكن الأمر عادياً كما أوضح المدير كهووكر فيما بعد أقتبس؟ القاعدة الأساسية هي أن تفتح المدرسة أبوابها مهما كان الثمن لكن ذلك اليوم ثم تم دفع بالسيد ووكر ليطلب من الجميع التزام المنزل وفعل هو ذلك المدرسة تقع بالقرب من النهر وبسبب حدوث الفيضانات بشكل متكرر تم تشيد ضفاف مضد للفيضانات تحمي المدينة من المياه لا أحد يعرف حتى الآن كيف ولماذا ولكن في صباح اليوم ذاته الذي أغلق فيه السيد ووكر المدرسة دمر جزء من الضفاف المضد للفيضانات واجتاحت موجة مدية من الماء البلدة تأثيرها كان مدميراً إذ دمر خمسة عشر منزلاً وأصيب مائتان وثلاثون منزلاً بأضرار جسيمة كما وأجبر ما يقارب ثلث سكان المدينة على الانتقال إلى المتلات المحلية أو إلى منازل الأصدقاء أو العائلة حتى إعادة بناء منازلهم أو ترميمها رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة لكانت الأمور أسوأ بكثير لو لم يعمل المدير على اتباع حسه وإلغاء الدروس حدثت الفيضانات في الأماكن التي يسلكها الطلاب عادة للاتجاه إلى الصفوف لو أن السيدة ووكر لم يطلب من الجميع التزام المنزل لكان العديد من الأولاد لاقوا حتفه قالت تونيا راتليند وهي أم لستة أطفال لو لم يتم إلغاؤها أي الصفوف كم من هؤلاء الأطفال وأطفالي وجميع أصدقائهم كانوا متجهين إلى المدرسة يقول المزمور الرابع والأربعون ياه لنا ملجأ وقوة عونا في الدقات وجد شديدا لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار تعج وتجيش مياهها تتزعزع الجبال بتموها سلاه يهوى الجنود معنا ملجأنا إله يعقوب المزمور السادس والأربعون الإصحاح الأول من الآية الثالثة حتى السابعة تطلبت إعادة بناء أتشكومب وإزالة الحطام الذي سببه الفيضان جهودا وأعمالا كثيرة ولكن كاهو ووكر أعرب عن امتنانه للتدخل الإلهي الذي ألهمه لإلغاء الحصص الدراسية في ذلك اليوم يقول إنه لو لا التدخل الإلهي أقتبس لكانت النتيجة اختلفت جذريا لو أن أولادنا كانوا متجهين إلى المدرسة أخبار الأيام الثاني الأسحاح السادس عشر الأية التاسعة تقول لأن عيني يهوى تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه لقد منحنا وعودا عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبة بها هل سبق لك أن سمعت بهولو دومور؟ هولو؟ هولو ماذا؟ هولو دومور الكلمة تبدو غير مألوفة ما هي يا سامي؟ ما كانت عليه كانت مجاعة كانت مجاعة استناعية في أوكرانيا في الاتحاد السوفيتي بين عامي 1932 و 1933 حسناً قرأت عن الموضوع لكنني لم أتعرف إلى الإسم ألم يكن ستالين هو المسؤول عنها؟ بلى نظامه كان المسؤول فأوكرانيا كانت مصدر الغنى بالنسبة إلى إمبراطورية الاتحاد السوفيتي وبمصادرة الطعام ترك الملايين ليتدوروا جوعاً وتتراوح التقديرات بين ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف حتى 12 مليوناً ماتوا من الجوع هذا عمل شرير ما لا يعرفه أناس كثيرون هو أنه خلال عشرينيات القرن العشرين اكتسحت أوكرانيا صحوة روحية وسلم أشخاص كثيرون قلوبهم لياه ولكن بعد ذلك ببضعة عوام جاءت كلمة ياه تطلب منهم الاستعداد للمغادرة والهجرة إلى بلد آخر حقاً؟ لم أسمع بذلك كما يمكنك التخيل لم تكن رسالة شائعة جداً لماذا عليهم أن يغادروا؟ في النهاية من بين مئات الآلاف إن لم يكن ملايين الأشخاص الذين وهبوا قلوبهم لياه استجابت مئتا أسر فقط للدعوة إلى المغادرة ما عليك تذكره هو أنها كانت أوكرانيا عام 1929 أو عام 1930 أي لم يكن نظام تحديد المواقع GPS متوفراً وهؤلاء كانوا مزارعين بسيطين عاشوا حياتهم بأكملها في مكان واحد حتى إنه لم تكن تتوفر خارطة طرق لإخبارهم إلى أين يذهبون أو كيفية الوصول إلى مكانهم المقصود ولكن بالإيمان وضبت هذه العائلات المئتان أمتعتها ونقلتها بعرباتها وغادرت كيف عرفوا إلى أين يتجهون لم يعرفوا ذلك كانوا يثقون بياه ليقودهم وهذا ما فعله كان يلهم عقولهم ويدلهم على البلدة التي عليهم الاتجاه إليها وعندما كانوا يبلغونها كان يوجههم إلى البلدة التالية قادهم عبر أوكرانيا حتى بلغوا الحدود مع الصين حيث باتوا في البرية تخيل التالي كانوا يبيتون في الكهوف والمخابة لم يمضي وقت طويل حتى بات الرجال يتذكرون الخيول والأبقار التي تركوها في الإستبلات في مزارعهم المزدهرة وبدأت النساء بالتفكير في الأسرة المريحة في منازلهن وفي كل مرة يضطرون فيها إلى الطهي على النار في الخارج كنا يتذكرنا مواقدهن الفاخرة على الحطب في مطابخ المزارع الفاخرة لذلك فأن بعض هذه العائلات المائتين قررت أن تعود أدراجها وماذا حصل؟ أتتهم كلمة ياه لا أعرف كيف لكنه بعث برسالة مفادها أنهم إذا عادوا فإن الرجال سيموتون في المنفى في سيبيريا وبعض النساء سيأكلن أطفالهن والباقي سيموتون جوعا نتيجة لذلك هدأوا لفترة من الوقت لكن في النهاية عاد بعضهم أو معظمهم لم يتبقى سوى أربعين أسرة فقادهم ياه في مجموعات من عشر أسر لكل مجموعة أصولا إلى الصين هناك تمكنوا من بناء منازل جديدة وبدء حياة جديدة بعد مرور بضع سنوات انتشرت القصة التي تخبر عما حدث في أوكرانيا ووقعت الأحداث كما قال التحذير الذي جاء من ياه تم إلقاء القبض على العديد من المزارعين الذين عادوا بوصفهم أعداء للشعب وماتوا في المنفى والنساء والأطفال تدوروا جوعا غير معقول إنها قصة حقيقية قرأت كتابا كتبه رجل ولد في الصين عن إحدى هذه العائلات التي اقتيدت إلى الصين بأمان بعد مرور بضع سنوات في منتصف أو أواخر أربعينيات القرن الماضي وقبل قمع الشيوعية في الصين تم ترض هذه العائلات مرة أخرى فانتهى بعض منها في أستراليا والبعض الآخر في كندا على أي حال ما أريد أن أوضحه هو أنني أرى صلة حقيقية بين تجربتهم وتجربتنا هنا في نهاية الزمن كانت هذه العائلات في خطر واحتاجت الوصول إلى مكان آمن لكنها لم تعرف كيف لم تكن هناك أي خرائط للطرقات ولا محدد للمواقع جي بي أس لو أنك عشت حياتك بأكملها في قرية صغيرة واحدة لما كنت ستعرف حتى أي اتجاه عليك أن تسلك كانوا عاجزين لم يكن هناك طريقة تمكنهم من الفرار إلى بر الأمان كل ما كان يمكنهم فعله هو الثقة بيهوة ولما واثقوا به قادهم خطوة الو الأخرى قرية الو الأخرى طالما كانوا يتبعونه كان يقودهم هكذا أرى موضوع اليوم نحن أموات في التعديات والخطايا نحن عاجزون ما من وسيلة بقوتنا بقدرتنا بحكمتنا مجدية ما من وسيلة تخولنا تخليص أنفسنا ما من وسيلة يمكننا من خلالها تلبية متطلبات الدخول إلى المدينة المقدسة ومع ذلك إن سلمنا أنفسنا لياه وإن وثقنا به وتبعناه حيث يقودنا وإن كنا ببساطة نقبل الهبات التي وفرها لنا فسيقودنا بأمان إلى الملكوت صحيح لا يمكننا أن نجهز أنفسنا هذا مستحيل فكل واحد منا لديه طبيعة ساقطة وما من طريقة يمكننا أن نأمل من خلالها تلبية المتطلبات اللازمة للدخول إلى المدينة المقدسة والعيش إلى الأبد معي في متى الإصحاح الثاني عشر يقول يهوشوى الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور متى الإصحاح الثاني عشر الآية الخامسة والثلاثة حسنا لا أعرف بشأنك لكن أنا لا يمكنني أن أخرج الصالحات عندما يكون الداخل فاسدا وأنا مثلك في متى الإصحاح الثالث والعشرين كان يهوشوى يتوجه إلى الفرسيين أصغي إلى الآيتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين تقولان ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون المراؤون لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملؤان اختطافا ودعارة أيها الفرسي الأعمى نق أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا هذا أنا أنا فاسد من الداخل لدي طبيعة ساقطة ولا شيء أفعله سيغير ذلك حتى إنه يفسد كل أمر جيد أقوم به نحن جميعا مثل الفرسيين في هذا الصدد لكن جمال خطة الخلاص يكمن في أن يهوضعها لتحقيقه إنه يتحكم بالتحول الذي يجعلنا جاهزين للأبدية فهو الذي يحولنا إلى الصورة الإلهية كل ما عليك فعله هو قبول الهبات التي يقدمها مد يد الإيمان واطلب هبة الغفران ومد يد الإيمان واطلب هبة التطهير والتحول مد يد الإيمان واطلب وعد الطاعة وبهذا الفعل بالذات من خلال اختيار ممارسة الإيمان لاستلام هذه الهبات إيمانك سيحسب لك برا يالها من صفقة مذهلة خاصة بالنعمة الإلهية فالإيمان نفسه هبة لذلك عندما نختار أن نمارس تلك الهبة للمطالبة بهباته الأخرى هو يعتبرها برن صحيح اسمعوا أيها الأصدقاء أن يهوش وسيعود قريبا ليؤسس ملكوتياه على الأرض الجديدة إن كنتم تريدون أن تحيوا إلى الأبد معياه يمكنكم ذلك اتخذوا هذا الخيار اقبلوا بالهبات التي وفرها لكم لتحقيق ذلك فمن سينال الخلاص في النهاية هو الذي اتخذ الخيار أو القرار ليثق بياه ويقبل بهباته اتخذوا هذا الخيار اليوم ابدأوا باتباعه ولن يقودكم أبدا إلى الضلال استمعوا إلينا غدا ولكن حتى ذلك الحين تذكروا يهو يحبكم وهو جادير بثقتكم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضا مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غدا لتستمعوا إلى رسالة بليئة بالحق عبر WBCQ على بوجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر